المعلومات اليوم كتعلق بالحقوق اللي كيتمتع بها الأجير بمجرد ما يلتحق بالعمل دكتور سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن على بركة الله معلومات جديدة والكتعلق في الدكرة بقانون الشغل السؤال اليوم الحقوق اللي كيخولها القانون للأجير اللي كيلتحق أول مرة بالعمل أو بمجرد الالتحق بالعمل فعلاً الالتزام دي الأجير مع مشغيل كيعطيه واحد المجموعة من الحقوق احنا عارفين بأنه ماشي لازم يكون عقد مكتوب بالنسبة لعقد للمدة دياله غير محدودة إذ الأجير تمكنه يشتغل في واحد المقاولة مع واحد المشغيل معين بدون يكون هناك عقد مكتوب مزيان إذن تاي يستقبلوه تيدين مع واحد الحوار كي يعجبوه الأجير كييرقى بأنه كيستجبل المعايير والشروط اللي هو طلبها وتيتفق معاه على واحد الأجر وعلى العمل اللي غدي يقوم به إذن منك يكون الاتفاق يكون شفاوي ممكن لهم يديروه كتابي ولكن إلا ما دلوش كتابي فهذا أيضاً قانوني وكيبدأ في العمل ديرو إذن منك يتحق بالعمل ونفترضو يوم الاثنين إذن في ذاك الصبح اللي كيدخل الخدمة من ذاك الصبح أول حاجة كيستفد منها وأنك تكون عنده واحد تأمين من ذاك النهار ديال حوادث الشغل إذن وخيكون فترة التمارين فإذا وقعت له حادثة شغل أثناء الطريق أو أثناء الطريق أو داخل العمل فهذا الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وبالتالي كيستفد من التعويضات اللي كيخول له القانون ديال حوادث الشغل ثم منحقه أيضا باش المشكل يصرح به في الصندوق الوطن اللي لديه الضمان الاجتماعي يعني من أول نهار غي كان ننتظره حتى كتسالي دك تلت شهور وكنصرحه بتلت شهور يعني تلت شهور فائتة كتكون داس تلت شهور العمل إذن كنصرح به مع أثر رجعي هالتلت شهور ها خدم عندي إذن كيبدأ تسجيل ديالو وكيخلص عليه في الصندوق الوطن الوطني للضمان الاجتماعي باش منكي وصلت الشهور ديال الأداء ديال المساهمة وديال العمل وديال التصريح كي بدي يستفيد من الخدمات ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهذه الحالات يخصوه يعطيه جميع الوطائق المشغيل ديالو ديال عقد الزواج وعقد الزدياد إذا كان عنده أه وليدات إذا كان عازب أرأت يستفيد هو شخصيا من الخدمات صندوق الوطني للضمال الاجتماعي الحق ايضا اللي هو مهم واللي هو الاساسي اللي هو الاول اللي من اجله كيلتزم الاجير باش يشتغل مع هاد المشغيل ديالو والاجر في نهاية المدة اللي كيتفقوا عليها واش نهاية خمستاش اليوم او يمكن يكون اجر يومي او يمكن اجر اسبوعي او اجر شهري يعني في اخر الشهر والقانون كيتكلم بغير على هاد المدد هادو ما كيتكلمش على شهرين من ثلاث شهر عادي تخلص اذن اقصى مدة يمكنني تخلص الاجر ديالو فيها هي شهر ان هدي اه حقوق اساسية طبعا داخل المقاولة اه تيخسو يشتغل في واحد ظروف اه ديال السلامة وديال الامن البدني ديالو والعقلي اه يعني كنت يشتغل في ظروف كتسمح انه يدي الواجب ديالو اه المشغيل طبعا كيلتزم باش يعطي اه مجموعة من المعلومات اه الاجير ومجموعة من الوثائق مثلا اه تأمين اللي ديرلو سواء تأمين تأمين اساسي او تأمين تكميلي حيز بعد احيان بعض المشغلين تديروا بعض اه عقود تأمين تكميلية مع شركة تأمين خاصة او تقاعد تكميلي مع اه الصندوق اه المهني او الصندوق المهني المغربي للتقاعد السييمير كي نسميه بفرانسية لسييمير هاد العلومات كلها تخصو يعطيها المشغيل الاجير ان هدي اللي كتدخل في الحقوق الاساسية طبعا كين هناك حقوق يعني اه بتبعية ولكن هادو الاساسية اللي بلي انني نطرق لهم اه اليوم في المعلومة دي يوم لانه والاجير اللي كي دخلنا هالولتي يقول لك ودي واش دبانا لقعت لي شي حادثة واش واش انا محمي ضد حواديث الشغل ان طبعا حادثة يمكن لا توقع ولكن عندك تأمين فمنهر الول منهر الول انت كتتسافد ثم عندك الاجر ثم عندك التأمين او التغطية الصحية والخدمات مجتمعات اللي كتوفرها اللي كيوفرها الصندوق الوطني الضماني الشماعي واخيرا الوطاق اللي تكلمت عليها والمعلومات اللي واجب على المشغيل يعطيهم الاجير طبعا ما كينش حقوق ديال الاجير بدون ان تكون هناك واجبات من الجانب الاخر او حقوق للمشغيل فالاجير مجرد ما كيلتازم باش يشتغل تيخصو يدي العمل ديالو بتفاني والعمل يقوم به شخصيا وبأمانة ويلتازم باحترام القانون الداخلي ويعني يكون رهل الاشارة ديال المشغيل ديالو طبعا حسب التوقيت اللي ملتازم به ولي كينستعلي القانون الداخلي وحسب شروط العمل